ميليشيا الحوثي تغرد بعيداً عن السرب وتستمر في فرض شروطها واشتراطاتها في مواجهة اليمنيين والعالم. الميليشيا التي تعتبر السلام فرصة للتمدد وتحقيق مكاسب أخفقت في الحصول عليها بالحرب، أبلغت الوسيطة الأممية تمسكها بالمبادرة التي قدمتها بخصوص فتح طرقات مدينة طعز المحاصرة منذ عام 2016. لم تفلح زيارة المبعوث الأممي السويدي هانس جروندبرغ لصنعاء ولقائه قيادات في الميليشيا في إقناع الحوثيين بالقبول بمبادرته لفتح طرقات طعز الرئيسية. تقول مصادر إعلامية إن الأمم المتحدة طلبت وساطة سلطنة عمان التي يقيم فيها وفد الحوثي التفاوضي لإقناعهم بالمبادرة الأممية خلال الفترة الماضية غير أن تلك الوساطة قد فشلت. الهدنة التي طالما وصفها الوسطاء الدوليون بالهشة والمهددة بالانهيار تبدو أنها أقصى ما يمكن أن يقدمه الخيال الأممي والدولي لليمنيين. هدنة بلا أفق وبلا قدرة على منع الخروقات المتواصلة من قبل الحوثيين الذين تقول تصريحات قياداتهم إنهم باتوا اليوم أكثر استعدادا للحرب وامتلكوا أسلحة نوعية قادرة على تهديد دول الجوار مرة أخرى. تقدم الميليشيا أكثر من خطاب في تعاملها مع الأطراف المحلية والإقليمية فهي تذهب لإجراء حوار مع الرياض في مسقط وتقدم نفسها كجماعة تقوم بأدوار وظيفية للأقاليم والعالم. ولديها قابلية لتقديم نفسها كأداة لتحقيق أهداف تلك القوى على حساب اليمنيين. داخليا يمكن تلخيص موقفها من السلام ومن مفاوضات فتح الطرقات بما قاله يحيى الرزامي رئيس وفدها لمفاوضات عمان إن جماعته مستعدة لفتح مقابر بدلا عن المعابر في تعز في حال تم رفض مقترحهم لفتح الطرق. اشتركوا في القناة